كما عقد الرئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمحافظة السويس خلال الاجتماع تم استعراض موقف مشروع تطوير العمران القائم والذي يخدم نحو 240 ألف نسمة كما شهد الاجتماع أيضا استعراض ما تم إنجازه في ملف التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة بالإضافة إلى عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف القطاعات بالمحافظة والجهود المفذولة للجذب المزيد من المستثمرين